من شتاء كورونا إلى صيف الحرائق أثبتت الطبيعة للإنسان عجزه في مواجهة غضبها فرغبة البشرية في الصيف كحل لتقليل تداعيات كورونا استحالت لرغبة في الشتاء لإنهاء أزمة الحرائق فالطبيعة تؤكد من جديد أن لديها صفحات لم تفتح بعد انتشار الحرائق في القارة العجوز وشرق المتوسط وشمال إفريقيا وأمريكا تجاوز المعدلات السنوية المعتادة خاصة مع زيادة حدة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة نتيجة تزايد الاحتباس الحراري فالتغير المناخي هو المتهم الأول وراء انتشار حرائق الغابات شديدة الخطورة قبل عام 2016 التهم قرابة 48 ألف حريق غابات أكثر من 457 ألف هكتار سنويا في دول جنوب أوروبا الخمسة وهي إسبانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا واليونان حيث تشهد هذه الدول اندلاع حرائق الغابات بشكل معتاد ولكن في يوليو الماضي كانت مناطق جنوب القارة الأوروبية مركز موجة كبيرة من ارتفاع درجات الحرارة لتشهد اليونان أسوأ أزمة من 30 عاما ولتعيد إلى الأذهان الذكريات المريرة لحرائق الغابات التي اندلعت في عام 1987 وأودت بحياة أكثر من 1500 شخص في اليونان وحدها أما في شمال إفريقيا وبالتحديد في الجزائر اندلع نحو مائة حريق في 16 ولاية حتى الآن ولكن رئيس الحكومة تهم أياد إجرامية بالتسبب في تزايد الحرائق موضحا أنه تم اختيار أماكن انطلاق بعض الحرائق بعناية من طرف مجرمين حتى تنتشر بسرعة وهو الأمر الذي نعكس سلبيا على جارتها تونس التي أكدت أن آثار الحريق يؤثر على شبكات القهرباء بها